وحول أداء الاقتصاد المصرية قال الرئيس سيسي أن مصر واجه ضغوطا شديدة على الاقتصاد الوطني وهو ما تم تصدي له من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي وأكد رئيس سيسي أن إجراءات الإصلاح بدأت تؤتي ثمارها في زيادة معدلات النمو التي يحققها الاقتصاد المصري فنقد واجهت مصر ضغوطا شديدة على الاقتصاد الوطني وما تصدينا له باتباع إجراءات هيكلية وإصلاحية شاملة بدأت تؤتي ثمارها في زيادة معدلات النمو التي يحققها الاقتصاد المصري وذلك بالتوازي مع جهود القوات المسلحة والشرطة في محاصرة الإرهاب وكسر شوكته ويشهد العالم بأسره بما حققنا من إنجازات في مواجهة تلك التحديات لتنضي مصر في تنفيذ رؤية استراتيجية شاملة لبناء وطن قوي متقدم في جميع المجالات ترجمة نانسي قنقر